مهما تقولي تغلبنا لقد حاجة حصلت بتاع ما عنديش مشكلة لكن الناس بتخاف من النادي الاهلي وبتخاف من اسم النادي الاهلي صدقوني انا كنت بشوف ده في عينين العيبة اللي قدامي حتى ولو الفرقة محتزة في النتائج الاهلي حيقوم في ثانية ان شاء الله هم عارفين ده كويس عشان كده نفسهم يمنعوا هذه الامور في 20 ساعة او في 24 ساعة والله اقل من 24 ساعة الصفحاتين دول بيهجموا بيديك المتين حلوين وبعدين تاك 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 فحاجات يعني مش عايز اقول لحضراتكم ايه الموضوع يعني عشان كده مطلوب مواجهة هذا السرطان سرطان صفحات المزورة باسم النادي الاهلي على سوشال ميديا وخطره على النادي الاهلي دايما انا لما اجا استعين استعين بمين بجمهور الاهلي لانه مش هقدر استعين بحد تاني غير جمهور الاهلي فقط جمهور الاهلي فقط هو الجمهور الواعي والعارف عارف هو بيعمل ليه كويس جدا المواجهة دي حضراتكم هتكونوا رجالها وابطالها ونجمها كالعادة يعني ابطال هي ملحمة خلي بالحضرتك لانه في عشرين ساعة صفحتين ده معناه ان التمويل كتير والصفحتين جابوا 20000 بالمناسبة ويمكن اقل او اكتر شوية لكن كلهم فيك لغاية دلوقتي لكن في بعض من جمهور النادي الاهلي بيروح لهذه الصفحات وبيقرى الاخبار اللي عليها خدوا بالكم دعمنا للفريق ودعمنا لمجلس الادارة ودعمنا لللاعبين حيفضل مستمر مش حشان حاجة بجمهور النادي الاهلي فقط لغير الحمد لله ربنا كرامنا في الجولة اللي فاتت كسبنا الجونة هتقولي اداء هقولك ماشي لانه طبيعي جدا لما تبقى خسران بطولة وعليك هذا الكم الكبير من الانتقادات اللي كانت موجودة ويستحقها اللاعبين في ذلك الوقت كنت لازم تظهر بهذا الشكل ولكن الحمد لله ربنا كرامنا في هدفين في الوقت ده الفوز ببقى اهم بكرة ان شاء الله عندنا مباراة مهمة امام المقص ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبها ونحسمها لصالحنا ونحافظ على حالة الاستقرار الفني اللي موجودة لان هاتي الحالة لسوارش المدير الفني للنادي الاهلي محتاجها عشان يشتغل كويس مع الفريق كمان اللاعيبة انا قاسف انا عارف ان فيه ناس يعني بتزعل من الكلام اللي انا بقول ده بتقول ان انا بطبل اللاعبين او بطبل الادارة وبطبل او في لكن ده مش حقيقة يا جماعة والله اللاعيبة تحتاج اسألوا اللاعيبة تحتاج الدعم في مثل هذه الظروف خليكوا في ظهرهم وحتشوفوا خليكوا في ظهرهم وحنشوف اللي هيحصل ايه هذه الصفحات مرة تانية هذه الصفحات لا تمثل جماهير النادي الاهلي وليست لسان حل الجماهير لانها عكس مبدأ جماهير النادي الاهلي اللي هو ايه المبدأ من 1907 وحتى الان جماهير النادي الاهلي على الحلوة والمرة معاه اشتركوا في القناة